الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في مجتمعنا اليوم أيها الإخوة الكرام انقلبت الموازين وتغيرت المفاهيم وانتكست فيه القيم ولينا نشوف الأمور كامل بالمقلوب نسأل الله العافية والسلامة في بعض الأحاديث النبوية الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذا الزمان الذي نحن فيه زمان يخون فيه الأمين الرجل الأمين خائن والخائن عند الناس أمين زمان هذا الذي نحن فيه ترفع فيه الأشرار النبي هو الذي قال هذا ونحن نشاهد الآن بأبصارنا وما ينجيبش واحد يعني يحبي يراوغنا ولا يحبي يخبي علينا ونخبيه السمش بالغربال ترفع الأشرار وتوضع الأخيار انتكست القيم وتغيرت فيه المفاهيم وانقلبت فيه الموازين الفاجر الرجل الفاجر بفجوره له منزل عند الناس والتقي النقي لا يؤبه به ولا ينظر في حاله سنوات خداعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كما جاء ذلك في سنن ابن ماجة رحمه الله تعالى هذا الزمان الجاهل والله العظيم الجاهل يدخل على العالم ويملي عليه ماذا يقول اتصور ذوك انت العالم في مكتبه في مسجده في بيته يدخل عليه جاهل يقول له قل هذا وما تقولش هذا شكول لي مشي الاخر يا عباد الله وشكول اللي يقول الاخر الجاهل يملي على العالم ما الذي يجب ان يقوله ولا العالم هو الذي يرشد الجهال ويعلم الجهال سنوات خداعات اهدرنا على هذه وما تهدرناش على هذه وقلنا على هذه وما تقولناش على هذه علش تهدرنا عن موضوع هذا هل نحن الآن في برنامج كنا صغار نسمعه في الإذاعة وحنا صغار ما يطلبه المستمعون العالم العلماء هم أدلة الخلق إلى الحق العلماء الكبار الأجل ربانيون علماء مخلصون هما اللي يداويوا الأمة مشي الجهال هما اللي يداويوا الأمة ولكن انقلبت الموازين الجهال يملون يمليوا يمليوا على الأمة على العلماء يقولوا قل هذا ولا تقل هذا يا عباد الله المنكر بالتقادم بالتقادم منكر 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 طال الأمد لما قسات القلوب المنكر صار معروفا فإذا أمر العالم أو الفقيه ولا الإنسان الإمام أمر بمعروف الناس لا يقبلونه هذا منكر هذا الذي تقول من الذي قال هذا فصار المنكر معروفا والمعروف منكرا اختلطت الموازين سائلين الله العفو والعافية زماننا هذا كما تشاهدون وتلاحظون وتقرأون وتسمعون تكلم فيه الرويبضة الفويسقة الرويبضة هو رجل تافه تصدر المجالس وتكلم في مكان ماذا تكلم في مكان العلماء الرويبضة الرجل التافه الفويسق يتكلم ويفتي في أمر العامة ودق إنسان ما يجب شي خبه رأنا نشوفه وهنا نسمعه ومازال إنها السنوات السنوات الخداعات يتخذ الناس رؤوسا جهالا يتكلمون بغير علم يفتون الناس هم ظلوا وأظلوا الناس معهم وهذا نشاهده ونسمعه نسأل الله العفو والعافية من العلمات هذه أو هذه المظاهر التي انقلبت فيها الموازين الهمج الرعاع أتباع كل ناعق في مجالسهم يحللون يحرمون يتكلمون في مسائل كان عمر يجمع لها شيوخ مضرين لكن الآن ما كانش خوف ربي وما يرقبوش الله وما كانش في قلوبهم التقوى يحلون ويحرمون فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون في مجالسهم هذا يحلل وهذا يحرم همج رعاع أتباع كل ناعق شكون سقسية أنت يقول لك أنا أنا جاب لي ربي بليها دي حلال يجيب لك ربي كيفاش أنت أوحي إليك شوف لما ول الدين لهذا الدرجة عند الناس سبحان الله شريعة غراء شريعة ربي أنزلها على محمد عليه الصلاة والسلام يأتي السفهاء من الناس فيدخلوا الخنشوش انتاحهم فيحللون ويحرمون ويجيزون ويمنعون ويبدعون ويفسقون وبغير علم أتباع كل ناعق وهذا نراه ونشاهده ونسمعه ما كوش لحظه الناس يتكلمون عن غلاء الأسعار البطاطا غالية والحم غالي وهذه غالية ما عليش صح غلاءة الأسعار وهذا رأى عنده أسبابه وسنتطرق إليها في حصة من الحصة ان شاء الله شوف هذا كامل غلاء سكين حاجة رخصة أعراض الناس الحم غالي والبطاطا غالية والفندق غالي والسياحة غالية والتحواس غالي والسياحة غالية حدثونا عن الأعراض انت عن الناس أعراض الناس والتي اليوم رخيصة في المقاهي في النوادي في الشوارع في المساجد في الطرقات في المجالس في الطائرة في الباخرة في القطار في الحافلة في السيارات أعراض الناس رخيصة وهي معصومة ومحرمة بدين الإسلام الأعراض يعني العرض انت عن الإنسان يتعرضون له بالغيبة وبالسب والشتم والسخرية والاستهزاء يضحكوا عليه يسخروا منه يستهزوا به هو غيب هما يغتابوه هي غيبة هما يغتابوها يقولوا فيها ما ليس فيها يرميوها بأمور هي بريئة منها غلاء الأسعار عظموه وتحدثوا عنه والأعراض الأعراض رخيصة نسأل الله العافية أموالكم دماؤكم أعراضكم حرام عليكم قال حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم ولكنها السنوات السنوات الخدعات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في السنوات الخدعات الأخبار الأنباء يتناقلون الأخبار ويتناقلون الأنباء اسألهم هل تثبتتم هل تريثتم هل تحققتم وبالأخص مع التكنولوجيا هذه المتطورة حتى الأصوات تغير وتنسب الفتاوى إلى ناسهم منها براء وينسب لهم كلام الله ما قاله وكين الكلام فيه سباق وفيه لحاق وفيه سياق يبطر الكلام ويجيب خطبة ثلاثين دقيقة يجيب كلمة ولا كلمتين هل تحققتم فيما نقل لكم من أخبار هل سألتم صاحب الكلام صاحب الخطبة صاحب الدرس هل استفسرتم معه لا حول ولا قوة إلا بال جابوا لك كلام سأقول لك خبر جابوا لك نبأ ما الواجب عليك أنت مباشرة تروح تحط في الموقع وتحط في الصفحة وتنشر الخبر وتنشر الكلام ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ جاءك الفاسق والناس على اليوم عدول اللي جاب لك الخبر أبو بكر ولا ذكروا لك عمر بن الخطاب ولا سمعته من عثمان بن عثان ولا حدفك به أبو هريرة اليوم الناس قلت فيهم العدالة الناس فيهم اليوم الكذب والفسوق وفيهم الخدع فيهم الخداع وفيهم فيهم ما فيهم عياذا بالله العدالة والمروء قلت في الناس قال ربي إن جاءكم فاسق ومعظم الناس يعتريهم هذا الأمر اليوم إلا من رحم الله من عباد الله إن جاءكم فاسق بنبأ وش تديروا تذيعون النبأ تنشرون الخبر فتبينوا وجاء فقرة صحيحة فتثبتوا على أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال النبي عليه الصلاة والسلام سنوات خداعات هاك تعيشها يا أخوي المسلم وراك تعيشها أختي المسلمة يقع فيها ما يقع من هذه الأمور نسأل الله أن يسلمنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر